بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد حمادة Assistant Professor of Food Hygiene Department of Food Hygiene Under Control Faculty of Veterinary Medicine University of Sada City, Egypt أهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات المتحاجين وبنكمل فيه Judgment of Specific Diseases وفي Judgment of Diseases All the Evidence Antimortum, Post-mortum Must be taken in consideration والassessment given in these lectures being general guide only محاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان Render Bist وأول مفاجأة عندنا أنه يعتبر Render Bist The First Worldwide Eradication of Animal Pathogen أول مرض يعتبر Eradicated تماما أول Animal Disease وده كان بفضل مين؟ بفضل جهود ال Global Render Bist Eradication Program في مايو 2011 في مايو 2011 الـ World الـ World Organization of Animal Health Cauted Highly Contagious Fatal Viral Disease of Cloven-Hoofed Animals خصوصا برتيكولاري الكاتل والبفر مانفستت بإيه؟ كله تقريبا معظمه في الـ Digestive System Inflammation Hemorrhage Erosion في الـ Digestive System مع ويستنج طبعا نتيجة كل الكلام ده شيء طبيعي بعد الكلام ده يحصل هزال ودايما فيه ديارية والديرية دايما بتبقى بلادي ديارية الـ Species Affected بـ Render Bist الكاتل والبفلو دول المورتاليتي فيهم بتوصل لغاية 100% بعدهم نزولا الشيب والجوت بيبقى less serious consequence الـ Big والدير الساينس بتبقى minimal أو unnoticed الـ Wild Animal زي ممكن تصاب أيضا زي بوتر بفلو والياكس والجيرافز والوورثوكز و-other Wild Herbivores الـ Ethiology بتاع هذا الدزيز هي الـ Renderbist virus من الجينوس موربيلي فيروس والفاميلي باراميكزوفيردي بالنسبة لي الترانسيميشن بتاع هذا الدزيز بتبقى مين لـ Direct Contact مع مين؟ مع الـ Infected Animal أو مع السيكريشنز بتاعته زي الـ Eye والنز والماوس أو الـ Execretions Faces, Urine, Blood, Milk Reproductive ايه؟ Reproductive fluids أو Direct Contact مع الفاميس الفاميس دي زي ايه؟ زي الـ Contaminated Equipments زي الفيترافز زي الـ Watering Tanks وإلى أخيره مهم جداً تعرف ان الفيروس بيزهر في البلد وفي السيكريشنز قبل ما الساينس نفسها تظهر يعني قبل ما الكلينيكال ساينس تظهر وده تديره خطورة اكتر وانتشار اكتر انه هو ممكن يعمل ايه ممكن يسبب انفيكشن في الاباتوار نفسه او ممكن يسبب انفيكشن في الايه في الاستوكيار دس عموما نخلي بقنا في من ثلاث حاجات مهمين جدا بيسميهم 3D ايه 3D الديث الديستشار والديارية بتاعته بتبقى من 3 على 10 ايام وممكن تبقى لونجر الموربديتي اما بالنسبة للمورتالي بيجين فروم 50 برسنت تل 90 او 95 برسنت طبعا من اول الاعراض يبقى في عندي هاي فيفر هاي فيفر 41 to 42 ديجري ومع صدن ايه مع صدن دس ممكن يبقى فيه لوسف ابتايت ودبريشن لوسف ابتايت وإيه ودبريشن بلاقي ايضا ماركت ديبريشن شيء طبيعي بعد ما يبقى فيه ديارية ولوسف ابتايت ودبريشن وفيفر وكلام ده كله هنوصل في النهاية الى ماركت ايه ديبليتي ديا زي ما احنا شايفه في الصورة كده ديفاستيتد كونديشن حالة مدمرة من كاو ما لها هذه الكاو بقى من هنا هنا من كاو ما لها هذه الكاو ديفاستيتد كونديشن في كاو مصابة بالرندر بيست في اسيوبيا سنة تمانية وتمانية سالة ايه الف تسعمية تمانية وتمانية طيب تاني نقطة من من الاعراض المهمة جدا احنا قلنا عندنا السلي دي لهم الديث والديستشارج والدائرية اللي هي دستشارج. دستشارج زي ما الصورة كده شايف صورة قدامك عن دستشارج من الماوس. عن دستشارج من نوس. عن دستشارج من من الآي. وبالتالي في عندي نيزر دستشارج زي ما انت شايف في الصورة. ممكن يبقى فيه نتيجة وجود تكون جانك تايفيتس وميوكو بيرل انتوكزيدات في من الرندر بس. ممكن نلاقي طبعا اكسيسف ساليفيشن. وطبعا ساليفيشن جاء نتيجة ان البقء مهري. البقء مليان ليجونز تؤدي لحدوث ساليفيشن مستمر. الايجونز ايضا فيها ما يشبه الف ايمي دي كده لانا لاأي في الماوس سواء كانت فيه او سواء كانت في الهارد بالت ببعا فيه اوارل ايه اوارل ليجنز. ممكن ألاقي برضو في الجنجفة ألاقي دامنا. دامنا في المنطقة دي كده دامك. وهنا بلاقي برضو على التنج نفسه ممكن ألاقي في الفنترو فى الفنترو ايه فى الفنترو لاترال ميكوزة بلاقي نيمرس کوئن لازنج إيه؟ کوئن لازنج إيروجنز ممكن ألاقي أيضاً في الجنجيفة ألاقي few small erosions موجودة تمام ممكن أيضاً ألاقي في dental bed ألاقي severe diffuse necrosis severe diffuse necrosis و کوئن لازنج إيه؟ کوئن لازنج ألسل إيش دي تعتبر کوئن لازنج إيه؟ ألسل إيش وده النكروس زوج كتير هو واضح تمام ممكن تلاقي أيضا في المندب لتحت هي موجودة في المندب لتحت. في القرى الميكوزة بنكمل برضو في عند في ال hard بلد ممكن نلاقي ايه؟ بلد ايه ايه؟ ايه؟ اوكbalanced build dark build erosions Orphokai of ain't orangeuję tight. دعون انت شايف كلي دي تعتبر هيا ايه؟ الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. اهو كلي ده مناطق. ممكن تبقى عبارة عن ايروجينز او عبارة عن نكروزيز. هنا بلاقي on and between البكة البابلية موجود نيومرس إيه؟ نيومرس إيروجينز هتلاقي بين البكة البابلية وبعضها بين البكة البابلية هنا هنا بين البكة البابلية وبعضها تلاقي فيه إيروجينز موجودة بين البكة البابلية وبعضها البعض كل دي إيروجينز تمام؟ طبعا السري دي احنا قلنا death discharge وديرية الديرية بتبدأ profuse and watery في الأنصت بعد كده make contain meucas blood shreds of epithelium في الليتر ايه؟ في الليتر وده سور مختلفة لحالات الضيارية ممكن يبقى فيه عندي severe abdominal pain وفيه أرشد باك ممكن يبقى فيه أرشد باك ممكن يبقى فيه جرانتينج لحيوان نفسه إضافة إن بلاقي طبعا إيه؟ نتيجة الضيارية البرفوس ديان بيقى فيه عندي dehydration بيحدث حالة dehydration ويبقى فيه rough hair coat rough hair coat ادي rough hair coat واضح هو ماشي؟ وهنا برضو واضح rough hair coat مع وجود الايه؟ مع وجود dehydration في الحالة دي طيب من ضمن الأعراض اللي مشوفها في الام إن أنا لقي classical milk fever position الملك fever position زي ما انت شايف الحيوان رائد بهذا الشكل وفي نفس الوقت ألاقي دي بريزد ألاقي دايرية كلها زي ما انت شايف كده كلها متعاصة بالايه؟ بالضيارية اللي الحيوان عايش فيها تمام؟ ممكن أيضا لو فيه بريجن انتكاو بريجن انتكاو بالنسبة لل بي ام فايندينج أو البوست مورتم هنبدأ هناخدها كده واحدة واحدة الأورا اللي احنا شفناها عموما في الانتي مورتم تب بالنسبة بعد كده تلاقي فيه ممكن تلاقي فيه موجودة في الأسوفيجز زي الصورة الأولى دي ألاقي موجود ايه؟ ألاقي موجود هموراجيك الي however في الأسوفيجز ايه؟ في الأسوفيجز او في الأسوفيجز موجودة في التركيه. ممكن العملية تمتد لللنج ويبقى في حند حالة او انفيزيما في اللنج. اده ان مو او موجودة في اليورينار ايه في bomber. الاوبميزم درله يعتبر اخر غرفة داخل بعدها على الايه على شرع هينتستان. الابوميزم ممكن يبقى زي ما انتشاف في الصورة في في السترايك ديان كده النجمة السودة ديان تلاقي ايه تلاقي dark riddish purple dark riddish ايه بيربل لانه مليان ببلادي مليان ببلادي ايه بلادي فيلد ويس بلادي ايه بلادي فيلود ممكن يبقى لو فتحنا فيه تلاقي انجورجد وتلاقي فيه بيتيجي بيتيجيها الهيمورج في الابو ميزر ايضا ممكن يوصل لمرحلة الالسرائشن يبقى فيه ويكون جيستد من الداخل زي ما انتشايف في الصورة الاخيرة ايضا ممكن تمتد الليجين وتبقى موجودة ايضا قبل كده ممكن تبقى موجودة فنكون نشوفها في الاميزم ايضا نلاقي هيمورج والسيريشن موجودة في الاميزم ممكن نلاقي enlarged lymph nodes enlarged endodemitis lymph nodes امسية الكاركس ننزل شوية بقى في الانتستن هلاقي الـ small intestine نبدأ فيها نلاقي فيها ايه نيومرس small hemorrhagic erosions widely distributed في الميكوزة بتاع ايه في الميكوزة بتاع الـ small intestine زي ما انتشايف كده في كل هذه الصور طيب ايضا بلاقي مازلنا في الـ small intestine ممكن الاقي ايه ايه الاقي severe congestion مع هيمورج severe congestion زي ما انتشايف في الصور severe congestion مع ايه مع هيمورج وده تحديدا في الـ ilium الاقي hemorrhagic endodemitis ميكوزة في الـ ilium وكمان الـ pears batches دي اعتبر جزء من تركيب الـ small intestine او خصوصا الـ ilium الجيوجنام تلاقي مناطق من الـ infoid tissue موجودة بسموها الـ pears a batches هذه الـ pears batches depressed وفيها نكروز ايه اللي هي المنطقة دي كده depressed وفيها ايه وفيها نكروز ايه ايضا في الـ small intestine ممكن الاقي نكروزيس مع fiber and necrotic oxalate او نكروزيس مع fiber and necrotic oxalate ممكن في الصورة دي الاقي erosions مع ulcerations وفي نفس الوقت الاقي dark areas من ايه من هموراجج ايه هموراجج بيريس باتشز ممكن الاقيها الـ pears batches حصل لها enlargement وفيها نكروزيس وفيها ايه وفيها نكروزيس الـ necrotic oxalate ممكن الاقيها debrisd وفيها fibrino-necrotic oxalate اه debrisd وفيها fibrino-necrotic ايه exalate debrisd وفيها ايه fibrino-necrotic oxalate تمام ممكن الاقي برضو يحصل sloughing الـ epicylium تماما فوق النكروزيس اللي حصل في الـ berisbatch زيه ادي هنا ايه حصل فيه sloughing للايه sloughing للايبسيليم نتيجة وجود نكروزيس في الـ berisbatches فالأبسيليم اللي فوقها حصل له ايه حصل له sloughing اتشال خالص لما ننزل بقى شوية نوصل large intestine وخصوصا الـ colon اللي هو اخر جزء في large intestine مع الريكتم اسمها tiger strapping للينجوتيدينال الفولس اللينجوتيدينال الفولس بتاعة الـ colon نفسها هيbrيمك وفاها هيموريج وكده فعملة خطوط حمرة فبيسموها tiger strapping وساعات يسموها zebra strapping هذه هيbrيميا هيموريج ولينجوتيدينال ايه في اللينجوتيدينال الفولس بتاعة الـ بتاعة الـ colon هنا نفس الكلام الاقي برضو عندي هيموريج موجود في صورة خطوط لينيار هيموريج في اللينجوتيدينال في الميوكوزة بتاعة الـ هنا بلاقي الميوكوزة بتاعة الكولن برضو فيها بتبقى وفيها وممكن يبقى فيها shallow ايه shallow erosions في الكولن برضو ممكن نلاقي زي ما احنا لسه شايفين وممكن نلاقي زي ما احنا استائلين ممكن يبقى صورة اخرى بيتيكي بيتيكية الهيموريج مع small blood clots وممكن يبقى البيتيكية الهيموريج تترسجم ببعضها في صورة خطوط فبيقى بصوصة linear بيتيكية الهيموريج يبقى بدينا الصورة دي ايضا بلاقي في large intestine zebra strapping برضو عبارة عن زي ما احنا قلنا هي عبارة عن strips زي ما انت شايف كده هزي strips cause congested mucosal folds عملة zebra strapping موجودة في intestine ودي بيقولك ان هي disappear rapidly after this ممكن تبقى الهيموريج موجودة ايضا في cechum وفي منطقة cechum او بين cechum وال colon يبقى في cechum بس او بين cechum وال colon واللي بين cechum وال colon في الصورة دي في severe emerge بالنسبة لحكمنا على هذا الدزيز الكاركس لو debilitated وفيها على طول total condomination في الام بعملها condomination على طول الكلام ده نشوفته في الام على طول بعمل condomination اما بالنسبة للمناطق اللي هي مفيش فيها free from rinderbest او zool في اخر مراحل ال eradication بتاع rinderbest في الحالة ديا لو هزي المرض موجود بعمل برضو condomination في المناطق الفري اما في الendemic بقى المناطق اللي هي مستوطنة زي افريقيا والسودان وزامبيا وتنزانيا والحيطة دي افريقيا كلها كانت endemic زمان فهزي المناطق الendemic ديا لو فيها acute science يعني انا في مناطق endemic والأكيوت symptoms مش موجودة والأكيوت symptoms مش موجودة بداها حكم اسمه limited distribution يعني تتوزع بس مناطق محددة ما تخرجش بره منطق الendemic دي تمام لو مناطق واخد vaccination وحصل فاقود break في الحالة ديا بعمل بتاخد حكم heat treatment يعني condition اللي باص يعني تعدي اه ولكن بايه heat treatment طبعا لو heat treatment ايه 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 worthwhile يعني لو مجد اقتصاديا ومش هيكلفني كتير قدر عمله خلاص يعني اتعمل لو ههيت treatment قبل ما ايه قبل ما ما افرج عنها يعني وطبعا في الحالات دي كلها لو في affected organ موجود لازم ان انا اعمل له ايه اعمل لك خلي بقنا ان تافع يعني بقنا صحيح ولكن فكرته في الانتشار السريع وانه ما بيديش فرصة للتفاهم يعني طيب في ممكن اعمل differential diagnosis مع البوفاين viral دائرية مع الماليجن تكتر الفيفر مع الانفيكشوز بوفاين رينو تراكايتس مع البلو تانج مع سكوكسي ديوزيس الفوت and mouse disease الفيزيكولر and نيكروتك ستماتيتس بوفاين بابولر ستماتيتس وطبعا كل الفيزيكولر diseases don't have don't have accompanying hemorrhage and blisters اي فيزيكولر disease المفروض ان هو differentiated من الالسر اللي بتبقى موجودة في حالات الريندر بيست نخلي بالنا ان هو نوت زينوتيك يعني الريندر بيست فيروس has not been reported to infect humans وزي من شايف دي صورة من سنة 1900 في جنوب افريقيا وهم بيعملوا بي ام لأوكس ميت بريندر بيست وفيش اي مشكلة خالص فهو نوت زينوتيك و ده طبعا زي ما احنا قلنا في الأوخ خالص بيعتبر من اول مرض من امراض الحيوان ارادكيت تماما سنة 2011 اعلن عن ذلك ومع ذلك بندرسه لانه ممكن يظهر حالات في اي وقت ممكن يبقى في المناطق الاندميج يظهر لي زي في افريقيا نشكركم شكرا جزيلا و نتمنى نشر الفيديوهات دي اللي يستنفع بها اللي ينتفع بها الجميع و ندعوكم الى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته